هنروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد زي ما حدقكم عارفين كرة اليد بتفرد نفسها بمستوياتها بتفرد نفسها بالنتايجها بتفرد نفسها بمسابقتها المحلية والإقليمية والعالمية هنبتدي بفريقنا فريقنا طبعا أنهى استعدادات وخلاص دخلنا في الجد الأسبوع القادم أول بطولة في الموسم أول بطولة هتنطلق السبت القادم إن شاء الله هيبقى سوبر المصري السوبر المصري السنة دي مش عمارة عن مباراة واحدة ولكن دورة مجمعة من ثلاث فرق ثلاث فرق هما الأهلي والزمالك وسبورتنج المباراة الأولى طبعا يوم السبت الأهلي والزمالك والسبورتنج على زمالك والسبورتنج يوم الحد الأهلي هيلعب سبورتنج إذن أول مباراة لنا هتبقى يوم الحد القادم يوم الأحد القادم أول مباراة لنا في الموسم المحلي وهي بداية المباراة الأولى في السوبر المصري الأهلي والسبورتنج تاني يوم هيبقى الساعة 9 على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى المباراة التانية هتبقى يوم لتنين إن شاء الله هتبقى مع نادي الزمالك برضو الساعة 9 في مجمع الدكتور حسن مصطفى طبعا مش محتاج أفكر حضراتكم المدير الفني الجديد يعني لدار الفريق آخر الموسم اللي فات مستر دانيال جوردو هو طبعا المدير الفني ويعني المساعدين بتوعه طبعا يعني مدير الفني أو رئيس قطاع الناشئين أيضا الأسباني معاه في الجهاز إذن خلاص الاستعداد خلص دخلنا في الجد طب استعداد ده كانت ازاي؟ نادي الأهل استعد السنة دي ازاي نادي الأهل يستعد ببطولتين وديتين أول بطولة كانت في أسبانيا ولعبنا مباريتين وبعد كده انتقلنا على بطولة وديها في البصنة ثلاث مباريات النادي الأهلي قد فيها ده كويس شارك الكل يعني النادي الأهلي شارك كل اللعيبة وكل الخطوطه بحيث أنه يبقى مستعد لمباراة السوبر ولما رجع مصر عمل أكثر من المباراة ودية كان أخيرا مباراة البنك الأهلي اللي كانت في صالة الأمير عبدالله الفصل للأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي احنا فيه ده كل التوفيق لفريقنا كلنا ثقة إن شاء الله إنهم يستطيعوا في بداية الموسم يتواجوا ببطولة يمكن السنة اللي فاتت كان الأول بطولة اللي عمناها كانت بطولة أبطال الكؤوس لو تفتكروا حضراتكم كانت في شهر عشرة وكانت في المغرب وفوزنا بيها كانت أول بطولة في الموسم أول بطولة تدخل نادي الأهلي كانت بطولة أبطال الكؤوس لكرة اليد نتمنى إن شاء الله نادي أهلي في كرة اليد يفتتح الموسم بالبطولات الأسبوع القادم وخليني أقول لكم برضو أطلع من الخبر ده إن مش بس يعني الكرة اليد كانت محظوظة إن كان فيه معسكر خارجي ولكن محظوظة أكتر إن الفرقة كلها كان كاملة لو تفتكروا حضراتكم أنا ما عليش هتروح بعيدة عن الخبر شوية السنة اللي فاتت إحنا استعدينها بس اللعيبة الدوليين ما كنوش معنا لأن كان ساعتها المنتخب يستعد لأحد البطولات دلوقتي اللعيبة الدوليين معنا فده مدي أدانت الجي كويس جدا جدا لأن نادي أهلي عنده ستة لعيبة دوليين فكده فيه هارموني فيه انسجام فيه استابلتي أتوقع إن شاء الله يا رب يتبقى التوفيق أتوقع إن شاء الله يبقى موسم جيد لأنه الموسم بيبان من أوله من الإعداد والاستعداد والاستقرار نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لفرقنا في أول بطولة الإسبوع القادم لكرة اليد الرجال ترجمة نانسي قنقر